السلام عليكم المسلمين نتحدث اليوم عن البيت محمد البيت محمد مصر في عام 520 أبيه هو عبدالله ابن عبد المطلب والأميه هو أمينة بنتواهب هو أوريخان أبيه هو عبد المطلب قبل المطلب والأميه أيضا بعد المطلب هو أبيه ابن عبد المطلب بعد المطلب المطلب عبد المطلب وقد كانت أصدق منه البيت محمد كانت مصر لا يعرف كيف يصدق أو يصدق كان يصدق ثم كان يتحرك بالممع كان كان غير محصور وقف يصدق المحصور قف يصدق المحصور يصدق المحصور يصدق المحصور كانت أميه محمد يشتر أن أعلم في كف حرا عندما يجب أن أحلم جبريل وانعلمه لأجراء القرآن البيت كان جداً جداً. كان يحصل على التعليم في عام 40. كان يبدو أن يحصل على الإسلام في مكة، ويحصل على المساعدة من البيت الحديث من ثلاثة عاماً ومن ثلاثة عاماً. البيت الحديث يحصل على البيت محمد المجن ويحصل على المدينة في عام 15-3. خديجة أولاً يعتقد أنه كان مبيت. ثم أصدقائه أبو باقر، ويحصل عليه إبن أبو طالب. محمد موت في موضوع 632. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر